انا سعيد طبعا بلتقي بحضراتكو اول مرة من بعد ما توليت مهم الوزارة الحقيقة انا جاي اتكلم من النهاردة على موضوع يمكن قد يعني هو بسيط من ناحيتنا احنا على الاقل اللي احنا اتكلم فيه بس الحقيقة الدروس المستفادة منه اهم بكتير قوي من الموضوع في حد ذاته الموضوع هو موضوع الاسود اللي على مدخل كبري اصر النيل الحقيقة الموضوع ده اخد يمكن ضجة كبيرة وكالمعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي في ناس بتتبارى انها يعني تدلي بدلوها في مواضيع وبدون تحريط دقة موضوع ببساطة هبتدي بي الاول وبعدين اتكلم عن الدروس المستفادة او ايه اللي احنا شايفينه ممكن نتعلم منه الموضوع انه محافظة القاهرة ابتدت تعمل حملة كبيرة لتنظيف وصيانة الاسار الاسف التماثيل اللي موجودة في المحافظة القاهرة استعانت بالمجلس الاعلى للاسار لان لديه خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه التماثيل ومثل هذه النوعيات من التماثيل المجلس الاعلى الاسار لما بيشتغل في الموضوع ده بيوعد يعني خطة معينة وبيصور وبيعمل الكلام ده واللي تم مع الاسود بالزبط هو تنظيف بطريقة يعني باستخدام الهوى وفرش خفيفة وبعدين تم غسله بصابون متعادل ده مقصص لهذا النوع من الحديد او من نوع ده من الحديد المصنوع منه التمثال وبعدين تم وضع نوع من انواع العازل عليه هذا العازل قد يبدو بيلمع شوية انما مع المتغيرات الجوية ومع الظروف الجوية بياخد شكله الطبيعي الموضوع ده يعني مدروس علميا معروف كيفية التعامل مع هذه التماثيل والاهم من كده ان احنا عملنا صيانة قبل كده مجلس الاعلى الاثار لنفس التماثيل ودليل نجحهم في عمل الصيانة هو ان لما كشفنا على التماثيل في البداية ما فيهاش اي نوع من انواع الصدق دليل ان النوعية اللي استخدمت والطريقة اللي استخدمت في الصيانة كانت طريقة صحيحة لما شفنا الحقيقة كلنا كحكومة وانا وزملائي اللي تم الحقيقة لقينا فيه عدة دروس مستفادة واتمنى ان مش بس دروس مستفادة اني نحن ممكن تكون دروس مستفادة لكلنا يعني لمن هو يعمل في العمل المؤسسي او العمل المتصل بالدولة ومن لا يعمل في ذلك واحد تحرد دق دايما لكل حقيقة وجهين او لكل موضوع فيه عندنا ممكن يكون وجهتين عصر اتنين من يريد الاصلاح يكون ايجابي ويستخدم القنوات الصحيحة لكي يدلي بدلوه او يدلي باقترحاته هذا من يريد الاصلاح انما من يريد انه يخلق حالة من البلبلة او يخلق يعني اي نوع من انواع النقاش وغيره وكان ماذا ده موضوع اخر وقد يكون مقبول في بعض الحالات وفي بعض الحالات الاخرى قد لا يكون مقبول بالنسبة لي الدرس التالت اللي انا شفته او اللي احنا تعلمناه من هذا الموضوع هو فكرة انه احنا بنقول دايما ويمكن حتى دورة رئيس الوزراء كان بيقول لي على الموضوع ده ليه بنقول دي اثار وبنقول دي مش اثار الحقيقة هو ده جر العرف على هذا الموضوع لانه كل واحدة منهم بيها قانون يتم التعامل على اساسه فلما بنجي نقول كدولة ان دي مسجلة اثار ده مش معناه ان احنا بنتنصل من المسئولية انه عشان دي مش متسجلة اثار فاحنا بنضحي بيها مش حقيقي احنا كل اللي بنتكلم فيه في الحتة دي لما بنقول احنا بنسجل اثار ده معناه ان ليها قانون الاثار هو اللي بيسري عليها انما الدولة ملتزمة التزاما تاما بالحفاظ على اثارها وارثها الثقافي وكل ما له صلة بالاثار والثقافة ده التزام من الدولة وحنا بنتكلم فيه كمان وهو لا يقل اهمية عن اي مشروع قومي اخر احنا بنتعامل فيه كدولة في الوقت الحالي بشكركم واظن احنا اشتركوا في القناة